موسيقى نعود إلى حضراتكم مع برنامجكم الأشهر صباح الخير يا مصر حقا إنها مصر مصر الحضارة مصر الثقافة مصر التنوير مصر الإعلام بعد أن شاهدنا موجز الأنباء وهذه الفقرة يعود الميكروفون والشاشة إلى السوديو والزميل مصطفى كفافي والزميلة بسنت الحسين صباح الخير على حضرتك شرف كبير وجودك معنا يمكن في موزيين راديو كثير قوي تعودنا على سماع أصواتهم لكن ممكن ما نبقاش شفناهم قبل كده ولو شفناهم ما نعرفهمش ومن هؤلاء الإزاء الكبير سعد المطعاني اللي تعودنا على صوته في الإزاءة إزاءة القرآن الكريم شرف كبير وجود حضرتك معنا أشكرك يا سيدة بسنت على هذه المقدمة وأنا حبيت بعد رجوع الشاشة والميكروفون أن أشعر بأنني في السوديو في القرآن الكريم وبالتالي استعزنتكم أنني أقدم هذه الفقرة الجميلة صحيح ومهد حضرتك ربما بيوثرينا وبيوثري كمان سوديو صباح الخير مصر وخلينا نقول الإذاعي سعد المطعاني يمكن كان برامجه متميزة جدا على إذاعة القرآن الكريم طرح الكثير من الموضوعات الدينية في هذه الإذاعة وعلى هذا الأثير كان من برامجه برنامج المصحف المعلم هذا البرنامج اللي أصبح يدرس الآن في المعاهد الأزهرية تاريخ إذاعي ربما مشرف ومليان بعدد كبير من المحطات خلينا نسترجع الذكريات معاه ونقرأ قليل أو ما تيسر لنا بصحبة الإذاعي الكبير سعد المطعاني المذيع في إذاعة القرآن الكريم أشكرك سو مصطفى على هذه الإطلالة الطيبة الحقيقة العمل في إذاعة القرآن الكريم شرف طبع وشرف عظيم لأننا نعمل في مكان لهم وصفات إذاعة القرآن الكريم أحد ركائز الإعلام المصري وده يقول لنا بأن رسالة مصر الحضارية ممتدة عبر العصور فحينما أنشئت هذه الإذاعة أنشئت في وقت كان لزاما على المسؤولين في ذلك الوقت أن يفكروا في إنشاء هذه الإذاعة ولها ملابسات في إنشائها لكن دعني أقفز على نقطة أخرى بعد أن تم إنشاء هذه الإذاعة شوف عظيم كاميرا عبد الناصر نعم في عصر الزعيم جمال عبد الناصر ومعالي الوزير المرحوم محمد عبد القادر حاتم النقطة المهمة بأن هذه الإذاعة هي أم الإذاعات للقرآن الكريم في العالم ومنها انبثقت كل إذاعات الدنيا فهي تعد أقدم إذاعة قرآن الكريم والإعلاميون المذيعون المصريون هم الذين أنشأوا كل إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي بل تخطوا في ذلك مرحلة وانشأت عدد إذاعات قرآن الكريم بلغات غير العربية في إفريقيا مثلا في إذاعة قرآن الكريم في تشاد باللغة الفرنسية في إذاعة قرآن الكريم في أندولوسيا باللغة الأردية كل هذا شارك فيه زملاء إذاعيون القدامة وكان لهذه الإذاعة قسب السبق في أن تحمل هذا الشعار اللي منه هذا الشعار انتشر في معظم البلدان والنقطة الأهم كمان التبادل الإعلامي لإذاعة قرآن الكريم مصر لم تبخل على أي إذاعة منشأة حديثا بالبرامج والمصاحف المرتلة والمصاحف المجودة وهو ده دور مصر الثقافي التنويلي فبعتبر إذاعة قرآن الكريم هي القوة النائمة التي تخاطب القلوب أولا وتخاطب أيضا العقول أولا مكرر وبالتالي أنا دايما أقول إذاعة قرآن الكريم أحد النحة الإعلام التي يحلق بها الإعلام المصري في سماء الفضاء كله يمكن مذيع إذاعة القرآن الكريم هما الأشهر بسبب أنه من أول ما كنا أطفال نزلين مدرسة نزلين رحين الشغل الصبح بنسمع إذاعة القرآن الكريم شغال على طول في بيوتنا إذاعة القرآن الكريم فإحنا متعودين دايما على أصواتكم وعلى يعني دايما البرامج التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم فخليني أسأل حضرك السؤال اللي يمكن ناس كتيرة قوي بتفرج علينا دلوقتي عايزة تعرفوا إزاي دخلت إذاعة القرآن الكريم هل كانت سهل هل كان صعب الاختبارات كانت عاملة إزاي حكينا على رحلة حضرتك فيها لا طبعا السؤال ده أشكرك علي وستاذة بسنت الإذاعة في عصولها الماضية كانت بتعمل إعلان لإكتشاف المذعين فقدمنا في الإذاعة وقتها واختبارات كانت تتركز على نقطة أساسية طلاقة اللسان سلامة اللغة حب ذا لو كان حافظا للقرآن الكريم فمن حسن الحظ يعني أنا امتحنت قدام لجنة لجنة محترمة ويعني أجلها إلى الآن وأذكرها بقيادة المغفور له الأستاذ صبري سلامة هذا المزيع العملاق المزيع عبد الناصر المزيع أم مكلسوم فأول ما دخلت اللجنة كانوا هم الزمان يقولون نقول اسمك ومؤهلك فأنا قلت رئيس سعد محمد أحمد حاصل على لصنص أداب وحاصل على دبلو مع النفس التطبيقي وحافظ القرآن الكريم ودارس القرآة القرآنية العشرة إحنا كنا في استوديو وهم طبعا في غرفة المرأبة فقالوا لي تعال وأنا كنت وقتها مش عارف أمشي إزاي ولا أدخل إزاي المهم قالوا أنت حفظ القرآن وأنتم حفظوا القرآن فالأستاذ صبري سلامة كان قدام مصحف واختبرني في القرآن بعد ما سألني كانت أربع سئلة وأنا عارف مواضحهم وصلك في القراءات أو سألني في الحفظ قال لي أقول كده فتح قال لي لو ما كنتش حافظ هتبقى مش عارف إيه فرح فتح كده قال أقول كده وعلى الأعراف رجالهم فقالوا له دي موضعين في سلطة الأعراف موضع كده قال لي تمام يا قومي قال لي يا قومي دي بقى يعني في القرآن كتير قال لي طب أدي لي كده وهات لي كده من البقرة فكان طبعا عملاق فكك مش أزهاري حرار خريج أداب أنا خريج أداب كنسب الفلسفة وعلم نفسي ولكن مش أزهاري لا مش أزهاري ماشا الله لكن أنت أزهرت بحكم مع الشتمع الأزهارين ماشا الله فكان هذا العملاق قال لي طب مين أعلمك حب ده بقى حب قلت له تعلمنا القرآة على يد الشيخ الأستاذ أحمد العسان أحمد الله ده أحد تلاميذ من تعلم عليهم الشيخ عباس عب الصمب الشيخ عحمد روزيقي فالراجل قال لي تفضل يا ابني أحنا طبعا كنا بنخرج برا يا أستاذ عباسان تنقول إيه سألوك في إيه قالوا لك إيه فأنا يومها ما قريتش ناشرة ولا أي حاجة وخارجت بس خارجت وأنا مش مبسوط لسبب لأنه ما حدش سألني لا في ثقافة ولا أريط ناشرة ولا أي حاجة اكتفوا بهذا فكنت الحمد لله يعني أحد الناجحين كان طبعا إعلان وقتها يزيل في الجرائد اختيار النخبة جديدة كانت في الثمانينات تكلمنا لسببين أربعة وثمانين أربعة وثمانين أه والتحقنا بالإذاعة كان هناك إدارة عامة للتدريب أي وقت يا أسهل أستاذ صبر السلامة في الإذاعة نتجمع المزايد ونأخذ الجرعة التدريبية هي الجرعة على فكرة في الجرعة صحيح وكان رؤساء الشبكات يجوا يسمعوا كل المتدربين ويقولوا ده ينفع برنامج العام ده صوت العرب ده الشيط الأوسط ده الشباب والرياضة يا سلام فالأستاذ صبر السلامة كان يقول الولد ده رايحه قائم كريم يعني وده برضو من حاجات اللي أنا أذكرها وأجل يعني هذا العمل ولذلك يمكن هذه الصفة أنا حبيتها وخليت أي واحد صغير أي واحد ملتحق أشجعه فالسلامة تولاني بالرعاية وكانت في عقبة كأود قال لي يا سعد أنت لهجيتك الصعيدي أنا عايزة أقلبك تتكلم لحبة الطهرية هذا الرجل رحمة الله عليه تولاني يعني بالرعاية يعني إلى أن وصل معايا إلى درجة لأن الزمان كان يطلع جاوب تشهد إدارة التديب الإزاع بأن السيد فلان يصلح للعمل مذيعا وده شهادة إحنا محتوظين بها إلى الآن وبعدين يصلح للعمل مذيعا في كذا وده بقى كانت أحد مؤهلات المذيع لما يطلع يشتغل في إزاعة عربية بمجرد التحاق بإدارة الله عليه كريم كانت الفكرة الأولى أن أنا أعمل كتاب زي ما تعليمت في كتاب القرية فكان عندنا الأستاذ محمد الشناور ورئي الشبكة القرية الكريمة نحن نطلع عليه كان لسه جاي جديد وعايز تعمل كتاب على أثير القران وعلى فكرة لما عملناها كان أول فكرة تتعمل في أي إزاعة في الدنيا بس هو برضو خلينا نعرف المتعارف عليه أنك بتطلع فترة طويلة جدا ممكن تقعد سنة سنتين خمسة تطلع بس أقول إداعة القران الكريمة معكم مش عارف إيه وبتلاوة حفظنا مش عارف إيه بس بس ده قبلها بيسبقها بعد التدريب ده بتقعد في سنين بنا نقعد إحنا كنا تدربنا ما يقرب من سنة بعد كده بتنزل مزيع هوا صامت يعني موجود على الجدول بين قسين بين قسين معناها ما يتكلمش يا أستاذة بسنت يبقى صامت بعد كده يبدأ يقول الشعار بعد كده يبدأ يقدم فقرات بعد كده إحنا كان عندنا نشرة أنت دخلت على طول على البرامج؟ من حسن الحظ أن إذاعب من الكريم كان وقتها محتاجة وزعين فكان عندنا فكان عندنا المرحوم أحد المؤسسين دكتور محمد كمال إمام رحمة الله عليه أحد المؤسسين هؤلاء العماليق عجلوا بنا بس كل واحد على حدة اللي يشوفوه كويس يخلوه ينطق لكن البرنامج ده أنا عملته بعد دخول الإذاعب بالضبط بسنة ونصف برنامج كتاب على الهواء فأنا سيد محمد شيناء قلتوا يا سيد محمد نعمل كتاب كأننا في كتاب قرية ويتزاع قال يتعمل إزاي وقلت له الشيخ الحصري له مصحف معلم بدون ترديد أنا حرد وراء وعندي زميلة إبراهيم خلف داخليه دار علوم فطبعا الفكرة صعبة ليه؟ أنت عندك لجنة مصحف ولو غلطت لجنة مصحف مجمع البحوث الإسلامية طبعا فأستاذ محمد شيناءوي من حسن الحظ أنه كان خريج دار علوم مسبوك بسنوية أزهرية فقال لي يا ودي ساعد بنفس اللغة كده هو أنت متأكد قلت لي يا أستاذنا أنا تعلمت على يد كبار والآن بأخد درس عميق على يد شيخ حسن مصطفى الشرابي في ميت عقبة واللي وداني دي الشيخ الطبلاوي تمام فأنا كل حكين ما هقولها هرتبها مع الشيخ حسن والشيخ حسن ده أستاذ قراءات عالمي اللي وداني دي يعني الشيخ الطبلاوي بتوصيهم الشيخ رزق الحبة اللي هو شيخ عموم مقارن فقال لي عمل لي عشر حلقات تجريبية فعملنا عشر حلقات تجريبية مين سنوحهم بقى فضلت الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارنة المصرية ورئيس لجنة القراء بالإذاعة ورئيس لجنة المصحف مجمع المحسسسلمين عشان يتأكد نفش حاجة غلط فسمع العشر حلقات فهو ليه كلمة شيئا للودة صنايعي حلو انطلقنا أنا والزميل إبراهيم خلف بدأنا بفاتحة معيحنا برضو مش فاهم ازاي مقرأة حاجة بتسمع الجزء وتقول وراه اه ده الشيخ الحصري كان مسجل هذه الختمة وكانت موجودة في المجلس الأعلى الشؤون الإسلامية نسخة منها بس المقرأة احنا بنسمع دلوقتي أنا أسفل وصف بنسمع دلوقتي على إزاعة القرآن الكريم فيه أطفال بيرددوا وراه ايوة صح؟ دلوقتي احنا عملنا اقرأوا القرآن برنامج برنامج يحاكي هذا برنامج عمله زميل عماد عبدالخالق نفس يعني ايه نفس الفكرة بس ايه جيبنا أطفال احنا بقى في الأول كنا احنا نردد نحن كبار بس بيتعمل له ايه كوب بيبقى صوتنا ايه أطفال اه بجد وبعد كده نشرح أحكام التجويد يعني بدأنا بيه ترديد فقط أستاذ شناو قال لا ترددوا بس ما تشرحوش فبعد كده أخذ دلاله ثقة بعد كده قلت له أنا حبدأ أشرح أحكام التجويد وأنا بس أقوله عن كل كلمة وبالفعل فالأستاذ أحمد تيمور الشاعر الكبير كان له علاقة طيبة مع أستاذ شناوي فقال له كتاب على الهواء كتاب جمع كاتب فإحنا نغير اسم البرنامج فقال له الاسم ايه قال له نخليه أي اسم لكن كتاب جمع كاتب فالأستاذ محمد شناوي قال لي يا سعد احنا زينا نغير اسم البرنامج فقلت طيب نعمله ايه قال لي ايه رأيك نعمله مصعف ما احنا اخترنا كلمة كتاب باعتبار كتاب القرية اسمه معروف بعد كده أنا عملت بقى منتاج لكل الحلقات وينقلنا بقى التتر والإند من المصحف المعلم إلى الكتاب ده كله احنا مزين صغيرين على فكرة أي معا كده قال أستاذ بريم خلاف سافر السعودية فكمل معايا المسيرة مين أستاذ أبو بكر عماطي فعملنا الختمة من فاتحة الكتاب حتى صورة الناس في 1418 حلقة ماشاء الله هذا البرنامج جزع على شبكة الموجهات بكل لغات بعد كده فضلت الإمام الأكبر الشيخ طنطوي رحمة الله عليه ما سمعه اتصل طبعا بأيامها لصفة شريف وقال له البرنامج ده يعني أنا عايز الفكرة دي تكون في الأظهر فبعتوني لفضلت الشيخ طنطوي شرحت له احنا عملناها ازاي فكون لجنة من مجموعة البحوث كان ايام هرئيس اللجنة محمد ياسين جزر وانا كنت احد عضاء اللجنة سمعوا الختمة كاملة سيد مصطفى وستود زمشاند فلم يجدوا فيها خطأا واحدا أنا أعتبر ده تكلمنا عن علامية بقى إذاعة القرآن الكريم هل انتشرت أيضا هذه الفكرة بقدر انتشار الإذاعة أو أن الإذاعة نفسها لها يعني نسخ أخرى في بلدان إسلامية هذا البرنامج هذا البرنامج النقل لأكثر من إذاعة أول إذاعة يعني أو محط التلفزيون لا أول إذاعة نقلت هذا البرنامج كان المرحقية العمانية كان الأستاذ خبيس المسافر روح تقبلته بطلب طبعا منه قال احنا عاديين مصحف المعلم نعمل يعني حاجة ليه لسلطنة عمان فقلت له أفضل حاجة يتنقل يتنقل تابدو الإعلامي واللي بعتني دي طبعا وقتها رئيس الشبكة أستاذ محمد علي الشيناوي لأنه ماكس عندنا خمس سنوات وإحنا عنجزناه في أربع سنوات على فكرة خايف بعد كده إذاعة السودان بعد كده السعودية طبقته في إذاعة ده الإسلام إذاعة ده الإسلام وتلف في الأيام الجميلة وتروح وتيجي لما روحت إذاعة عرفات سنة 2000 كان أستاذ مريم سقعوب ده سعودي كمدير إذاعة القرنة الكليمة في مكة المكرمة فقال الفكرة دي قلت لفكرة دي بتاعتي يعني إذاعة مصر يعني هم طبقوها بس طبقوها عشان نبقى واضحين بصورة أعمق لأنه طبقوا فيها القراءات كلها بس مش كبرنامج كان بيعملوا برنامج مسابقات يعني برنامج مسابقات يجيبوا الأولاد يختبروهم في القراءات وأنا ما كنت في الجيش في البحر الأحمر بس إحنا عندنا ده كمان صح؟ نعم عندنا 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 فأنا كنت باستمع البرنامج ده لما كنت في الجيش في البحر الأحمر وحريص على التوقيت بذات وأبس هم بيعملوا تحت عنوان بوك موريتاني هذا البحث هو يعني طلع خلق جيزة مصبوك كده فكان أيامها مسؤولي إسسكو موجود معانا فلما ألقى الكلمة وأنا قلت إذاعة الخليقية من أقدر الإذاعات وأولى الإذاعات واللي أسس الإذاعة القرن الكريم في دولة كذا فولاد حفظينهم بالاسم يعني في يومها عملت معانا لقاء إذاعة على الهواء يعني فبقى مبسودية مصر اللي إحنا إيه بنقول عليها الثقافة والتلوير والحضارة والقوان النعمة طبعا إحنا فقراتنا في إذاعة القرن الكريم بنلتزم باللغة العربية السهلة مش المتقعرة ولا الفصحة يعني ولا الفصحة الصعبة ولا ننزل خالص لكن بنلتزم بما يخاطب شرائح المجتمع المختلفة فالموزيع في إذاعة القرن الكريم دائما مثلا إذاعة القرن الكريم من القاهرة طبعا إلا القاف والكاف كل حرف في يوم في مكان فإحنا طبعا بنؤكد على خروج المخرج من حرف المكان والحاجات الفانية مستمر الكرام السلام عليكم ورحمة وبركاته فترة إذاعة جديدة يصحبهم فيها الزي المصطفى كفافي بصحبة الزميلة بسانت الحسيني هذه الفقرة تتنوع موادها وتتنوع فقراتها بين كذا وكذا وكذا إليكم الزميلة بسانت الحسيني في الفقرة الله وطبعا إذاعة الهواء بتعلم الموزيع كيف هو يتعامل مع المكروفو يعني أنتوا أسدزتنا فعلا وإنا فعلا تعلمنا منكم تعلمنا من حضرتك ودايما كده يعني أكيد زميلي مصطفى هيشاركني رأي إحنا فعلا تربينا على أصواتكم يعني ومن الحاجات اللي بتحسسنا بمراحل الحياة المختلفة يعني سواء زي ما قلت حضرتك أنا مثلا واحدة من ناسا كنت بسمع إذاعة القرآن الكريم من أول ما بصحة من النوم أنزل أوتوبيس مدرستي أسمع إذاعة القرآن الكريم وأنا رجعة فمراحل مختلفة من حياة الغاية النهاردة إحنا بنعمل ده فطبعا يعني من أهم المراحل اللي مرينا بها سريعا جدا بأن إحنا بنمر ب طبعا موسم الحج إحساسك إيه وإنت كنت بتنقل شعائر الحج عبر طبعا هو طبعا يعني أنا رشحت لنقل شعائر عرفات كان قبلها كان قبلها سنة 99 حقيقي كان حصل حدث مهم جدا أن كان لي الشرف أنقل احتفالات الإسراء والمعراج من مسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف فالحقيقة يومها كان أجامها مباحثات يهود براك مع السلطة الفلنسطينية لسلطة القضية لكن طبعا المشاكل المستوطنات الحدود المياه القدس السيادة الفوقية والتحتية يعني دي كان لها دول كبير في المخوضات نتصلش لطريق يعني كما كنا نرجو فوقتها مصر أرادت أن تشرع العالم بأن القضية الفلسطينية قضية هي صميم قضايا العالم العربي فوقع اختيارهم علي أن أنا أزيع الاحتفالات بتاعة الإسراء والمعراج وإزاعات الجمعة فسفرت فكان أيامها السفير محمد بي بسول رحمة الله عليه سفير مصر فأديت في هذه الإزاعة يعني أداءا هو التوفيق طبعا من عند الله فالستاذ حمد الكنيسي يعني مشكورا يعني شكرني بخطاب يعني على الأداء وكما كنت فكانت المكافأة ليا أن أنا أروح أزيع نقل عرفات السنة اللي بعدها السنة الفين فهناك البس الموحد تلتقي مع جهاب بإذة الإعلامين لأنه كان من شرطهم أن يكون بدرجة مدينة عام أنا كنت أعتقد درجة تانية فالتقيت بالناس اللي أنا بسمحهم بقى في التلفزيون الحرام ناس بسمحهم في الإزاعات وبعدين كلهم ناس كبار فكانت إرادة الله أن أنا كاتب من الصين وصلاحة رجعهم الأستاذ محمد ولفا رجل الصحة فأديت أداء في وقت الظهيرة اللي هو وقفة عرفات فكان أيامها مدير إزاعات الجدة بكر بخدر أستاذ أحمد الحرير نحن نسمعه في التلفزيون ده لما يجي في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم هو شهر رمضان الفضيل أقبل على أمتنا الصوت الجميل ده فمن حسن حظي اطلعت رقم واحد وتم تكريمي في احتفال يعني إيه الإعلاميين طبعا بحضور سيدنا فكان يومها الزملاء صحيح اللي هما حيمسكوا يعني حي كان بعدي زميل اسم وزياد دندن من إذاعة الشرق بباريس لبناني صوت الجميل والرائع وهكذا فأنا بقول إحساسنا النهاردة وإحنا في الحج لما كنا في البرج بتاع الإذاعة وأنت شايف الملايين قدامك كلهم متسويين في اللباس وفي الدعوة وفي كذا 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 فكل ما تأتي هذه الأيام الحقيقة دلت أعتبر في وضاة ربانية أنا أصدق إذاعة القرآن الكريم إذاعة لها رسالة عظيمة صحيح وأنا ما عليش اسمحوا لي بدقيقة المصحف المعلم ده كان باكورة الأعمال لكن يليه المصحف المفصل لشيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه فصل القرآن الكريم كنت ليه الشرف إن أنا أعمله معه تحت عنوان مع القرآن الكريم في ألفين ألفين مئتين تمنتاشر حلقة من فاتحة الكتاب حتى ختام سورة الناس سورة الناس بدأنا سبعة وتسعين خلصناه ألفين وسابعة أي وهو أنتقد رحمة الله في ألفين وعشرة برضو من البرامج الجميلة الكلم الطيب مع فضلتي الإمام الطيب شيخ الأزهر استمر فترة طويلة نقشنا فيه قضايا فكرية وعلى أقصى هذه القضايا اختطاف عقول الشباب والتطرف والتشدد والغلو وضح فضلته المحزير والأسباب والعلاج ده ريادة إزعاد قريب الكريم بالأمانة ليس انحيازة لإزعاد قريب الكريم ولكن للعمل الذي يقدم فيها وغيرها كاسيب المرافق صحيح على أي حل يعني إحنا السعادين جدا جدا بكلام حضرتك كنت سنة نفتح يعني محطات حتى يعني بعد خروجك على المعاش والنهابك إلى الجمعية العالمية لخريجي الأزهر الشريف منظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف أو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ولكن في النهاية نريد منك أن تختم هذه الفقرة بصوتك الجميل استساعد المطعني وأنت معاك الكاميرا إحنا مش هنختم فيه طبعا حضرتك أو وجود السيد مصطفى السيد مصطفى كفافي عشان بيحبيني طبعا يعني أنا أقول يعني أيها السادة المشاهدون برنامج صباح الخير يا مصر علامة مضيئة في الشاشة المصرية وبعد التطوير واختيار نخبة من المذيعين الأكفاء هم مجموعة من الشباب تحية لهم تحية للشاشة المصرية شاشة صادقة في كلمتها شاشة تحمل أمانة الكلمة شاشة تقدر المسؤولية أيضا ميكروفون الإذاعة الذي وصل إلى قلوب عقول الملايين وكان علامة مضيئة في الإعلام المصري تعانق الميكروفون مع الشاشة فأنتج إعلاما متميزا متوازنا صادقا وهذا ما يعنينا في هذه المرحلة تحية إلى مصرنا المعطاء الآن ننتقل إلى مرحلة الحداثة والتطوير في كل نواحي الحياة فتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقول سفينة النماء والتطوير تحية لكل القائمين على الإعلام المصري تحية لشباب الإعلاميين وأنتم يا شباب الإعلاميين من نعول عليكم كثيرا في إعادة الوعي لدى الشباب إعادة الوعي لدى الشباب إعادة الوعي لدى الشباب لأن الشباب هم مش على الأمة في مرحلتنا القادمة مصر الحضارة مصر القيادة ليس هذا تعصبا لكن قرأوا التاريخ ارجعوا إلى الوراء نجد مصر من أعظم ما قدمت إلى البشرية في كل نوح الحياة في الفنون في الآذاب في العلوم يكفينا شرفا أن هذه الأرض الطيبة تحوي بين جنباتها الأظهر الشريف الذي علم الدنيا كلها علوم الإسلام الوسطي ويحمل الآن على عتقه محاربة الغلو محاربة التشدد محاربة التطرف الأظهر يمثل الأمان الفكري للعقلية العالمية وليس لمصر فالأظهر إذا كان جغرافيا في مصر لكنه في قلوب الدنيا كلها